بنك ناصر الاجتماعي بيقوم بدور وطني ومهم في دعم أفراد الأسرة المصرية وده على كل المستويات والفترة الحالية بيقدم مجموعة من الخدمات هنستعرضها مع بعض وهي كمان عدة قروض ميسرة بتلبي احتياجات الأسر وأهمها قرض التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية بنك ناصر الاجتماعي أعلن فتح باب التقديم على قرض التمويل العقاري وده في إطار مبادرة التمويل العقاري اللي أطلقها البنك المركزي لتوفير وحدات مخصصة للسكن واللي بتدعمها الدولة بيتيح بنك ناصر قرض التمويل العقاري للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وبسعر كمان فائدة 7% وفترة سداد بتصل لعشرين سنة طبعا القرض بيتميز بسهولة ويسر في الإجراءات ومن غير أي تعقدات بالإضافة كمان إلى حزمة متنوعة من المميزات الفئات المستهدفة هما العملاء اللي تم تحولهم من صدوق تمويل العقاري والموظفين الحكوميين وكمان أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية بالنسبة للشروط لازم يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 4200 جنيه للفرد الجير المتزوج و5700 جنيه للأسرة وده وفقا لتعدلات الجهات المعنية بالقرض والتمويل العقاري السن لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام بشرط كمان عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية ويكونوا ما خدوش أي دعم لوحدة سكنية أو قطعة أرض أو قرض تعاوني قبل كده القرض هيكون إسكاني لمحدود الدخل وشامل كفة العمولات والمصرفات طيب إيه هي مزايا قرض التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي أولا سعر الفايدة مغري جدا وكمان قليل وهو 7% وقيمة الوحدة زي ما يحددها صندوق ضمان ودعم نشاط تمويل العقاري المساهمة كمان إزاتية للعميل 10% بحد أدنى و40% حد أقصى وده من قيمة الوحدة السكنية وده وفقا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري فترة السادات بتصل لحد 20 سنة أما إجراءات الحصول على القرض هي طلب الحصول على التمويل بنك ناصر الاجتماعي كمان عمل قرض اسمه مستورة وده تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبيوصل كمان لكل المناطق حتى المناطق النائية بيهدف أساسا لمد المرأة المعيلة بقروض من 4000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وده لإنشاء مشروعات متنهية الصغر واللي بتتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية الشروط هي أن المتقدمة للقرض تكون مصرية الجنسية والسن من 21 سنة بحد أقصى 60 سنة ولازم العميلة تقدم عروض أسعار بمستلزمات المشروع الأوراية المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني للمقترب وطلب الحصول على القرض من نموذج واحد وبحس كمان اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية نموذج اتنين وبيان معاش إن وجد وكمان إصال مرافق حديث كمان بنك ناصر الاجتماعي بيوفر حاليا قروض للمتعافين من الإدمان وده لمساعدتهم على النجاح في حياتهم وتمويل مشروعات صغيرة ووفر لهم كمان ميزانية بتصل لخمسة مليون جنيه الأوراق المطلوبة هي تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي ومن صدوق مكافحة وعلاج الإدمان بيكشف عن التعافي وتقديم كمان دراسة جدوى عن المشروع تقديم إصال مرافق حديث خاص بمحل إقامة العميل والضامن والموقف من التجنيد دل العملاء لأقل من 31 سنة وفي حالة إذا كان المتعافي عنده مشروع قائم بالفعل لازم يقدم سجل تجاري ورخصة النشاط والبطاقة الضربية وكمان صحيفة حالة جنائية موجهة إلى بنك ناصر وكمان ما يكونش مرة عليها أكتر من ثلاث شهور ومفردات مرتب الضامن وداع عند توفرها خطاب موجه من قبل صندوق مكافحة الإدمان به عدم الانتكاسة في عشر شهور